هاي سألك سؤال خبيث قبل ما أبدأ حواري أنت عاملة إيه نفسك؟ والله لازم أعمل حاجة لا لا أنت عاملة حاجة وحيات ربنا ما أعمل حاجة طب ما أنت خاسس وصغران أنت عامل حاجة؟ أنا عامل دايت طيب بس كده شعر ده أنا حتى بطلت الدايت أنا تخنت عن ما خلصت الشغلة 4 كيلو كم لا بستطر شهود الحقيقة يعني الناس كلها ملاحظة حتى من هي ودافينشي أنك أنت ما شاء الله يعني رجعتي كده شبابك يعني الحمد لله يمكن النفسية لما بتبقى حلوة يعني في العشرينات كده يعني لا مش قوي كده لا في العشري ماشي يا عامل مرسي على الكمبلومونزي بصد فيه ناس عارفينك أنت جال نادة في بولي يعني يسألها السر إيه بس يعني والله العظيم أنا كذا حد بيسألني وبقالهم سنة بيسألوني وأكتر يعني من قبل المسلسل كمان من خلال الصور وكانوا بيقولوا فوتوشوب ومش عارفة إيه والكلام ده بس والله أبدا أنا لسه ما عملتش أي حاجة فوشي إن شاء الله ناوي أعمل في الوقت المناسب وفي كل الحكاية فعلا أنا خاسة الحمد لله ما بسوطة بشغلي كنت عاب رياضة بلعب يعني أكيد في وصفة سحرية كده لله والله أبدا بالرشاقة دي والستعلم والله أبدا يمكن بدل ربنا بس أن يديني السحة وبس يعني الحمد لله بس أنا بهنيك بصراحة أني كنتي والله لا زي ما عامل حاجة جماعة مش عارفة أحلف أهو والله العظيم ما عاملها حاجة خالص طبيعي أحد عاربيني طبيعي مش عارفة أقول إيه بس بس أنا خاسة يعني طبعا فارق معي فارق في اللبس فارق في اللوك الحمد لله يمكن عشان وشي كان مدور زيادة موقعشة قوي لكن بحطة باكياش طبعا وإضاءة وحاجات كده وشايفاكم أنتم مبسوطين فأنا كمان بتأثر بكل حاجة حوالي فبابا مبسوطة فبيبان حيث